بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد في مثل هذه الأيام تشتد الأزمات على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتضيق عليهم الأمور فمن اعتداء على المقدسات واعتداء على الحرومات واعتداء على الأرض واعتداء على الأطفال الأبرياء وعلى النساء وعلى الشيوخ الكبار نقول لهم ونقول لكل المسلمين انتظروا الفرج من الله تبارك وتعالى فانتظاروا الفرج وقت الشدة لهو أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى وأن لا نيأس من روح الله وأن لا نيأس من النصر الذي سيأتي من عند الله تبارك وتعالى يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل العبادة انتظار الفرج فانتظار الفرج في وقت الشدة هو منهج الأنبياء والمرسلين فهذا سيدنا يعقوب عليه السلام انتظر الفرج من الله تبارك وتعالى بعد أن فقد ولده الذي كان يحبه حبا جمى فلم يشتك إلا لله تبارك وتعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال وجاءه الفرج من الله تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وهذا سيدنا يوسف عليه السلام انتظر الفرج من الله تبارك وتعالى بعد أن ألقي في البئر فأخرجه الله تبارك وتعالى من هذا البئر وأخرجه الله تبارك وتعالى وجاءه الفرج من الله تبارك وتعالى بعد أن ألقي في السجن وهذا سيدنا أيوب عليه السلام مكث في بلائه السنين الطوال حتى فقد ولده وفقد ماله فقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وهذا سيدنا يونس عليه السلام انتظر الفرج من الله تبارك وتعالى بعد أن التقمه الحوت قال فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا انتظار الفرج في وقت الشدة فلما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة وذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ماذا فعل معه أهل الطائف؟ أغروا سفهاءهم ومجانينهم حتى قاموا بضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى نزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أراد أن يدخل مكة ثانية قال له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف تدخل مكة وقد أخرجت منها؟ فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا يقول ربنا تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين ويقول ربنا تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يفرج هم المهمومين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين